ومعنا في الستوديو لتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبدالسلام الحرمى رئيس حزب الصواب والقيادي بكتلة أحزاب المعاهدة أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا إذن كتلة أحزاب المعاهدة تقترح تأجيل الحوار السياسي على أي أساس رأت المعاهدة بضرورة هذا التأجيل بسم الله توصلت برسالة من الوزير الأمين العام للرئاسة الحكومة للرئاسة الدولة يطالب فيها باستئناف جلسات الحوار في أجل أقصى سبعة في سبتمبر الجاري وهذا في الحقيقة هي حريصة على أن يخلك حوار وتبقي أن يخلك حوار وبذلت مجهودات كبيرة أن يكون الحوار الماضي ينجح ولا وفقت وبذلت مجهودات طرق أن يتم استئناف حوار وشاركة فيه الناس كاملة يغير ظهر أن الطرف واحد حد التاريخ أن هذا أقصى لأطراف الأخرى لأن أي تاريخ وأي شيء متعلق بالحوار لا متفق عليه الناس كامل يعد أحادي والأحادي هي الحقيقة النقيضة للحوار وهذا يقول لنا في المعاهدة حرص منه أن يخلك حوار أن هذا التاريخ يؤجل من ينتهي تاح فرصة جديدة لاستئناف ذلك الرسائل وذلك اللقاءات التي كانت موجودة بيننا مع السلطة وذلك اللقاءات والمكاتبات التي كانت موجودة بينها مع الممتدى كاننا نتوصلوا لآجال ورؤى جديدة تعود الناس كاملة راضية عنها يسوسة هون قضية نحن بها الأطراف الساحة كان لما فيها نحن ونعرف عن مسؤولية استناب الحوار ما هي مسألة سهلة ولابد الأطراف كاملة المعنية بها والتي لا يتشارك فيها تبدل فيها مجهودة لكن دكتور هل بات التاريخ أو تحديد موعد هو أكبر تحدي يواجه الحوار؟ لا لا نحن لا نطرحين قضيتها إلا أنها كخطوة أولى طرحينها أن الأجال التي يحدث تخلي من أجال جديد ذا اللي يتعلق بمواضيع الحوار وأجنية الحوار هذه القضية لا هي تخليك فيها تشاور كان جاري فيها تشاور المنتدى طلب رد مكتوب من السلطة والسلطة حجمت عن ذاك الرد يحن ظاهر أن ذاك اللي طلب المنتدى يالله بعدله يغير المملي يالله بعدله بطريقة مشاورة فيها الناس كاملة حاضرنا نحن كطرف فيها وحاضر فيها السلطة ويخليك مشاوراتي سوسة لا هيستأنفوها برد إذا هو نحبضه إحنا رد مكتوب للمنتدى ويستوف صيقة آخرى نتوافق إحنا عليها المنتدى وتوافق إحنا المنتدى والسلطة هذه الصيقة إحنا ما زلنا نبحث عنها ولأننا خاترين نطرح صيقة جاهزة من طرفنا بأن نختيره أي صيقة له تعلن طيب بهذا هل بدتم أنتم تلعبون فقط دور الوسيط؟ ما أننا لعبين دور الوسيط إحنا نعتبره إحنا جزء من المعارضة يغير هذا وضعيتنا الحالية تحتم علينا إننا نقوم بدور لنستهلوا فيه استأنف الحوار هذا الطرف المعارضة تمسك بخيار واحد هو اللي ما يقدم حلهم مشاكل مويتاني يكون الحوار وإن المشاكل اللي في أجبال الحوار ما يكتنحل يكون مزيد من الحوار الحوار فعلا ذلك اللي عدلنا أحنا من أجبال مشاكل وذلك اللي ذلك راجعين عنده يواجه مشاكل وعراق الحقيقية يغير هذه العراق والمشاكل ما يكتنحل مهم مزيد من الحوار وهذا هو اللي نطالب به ما دمتم أنتم طرف معارض فيما تتقاطعون مع المنتدى بخصوص موضوع الحوار نتقاطع في ذلك النقاط الـ 15 اللي جبنا وأظنها هي كل النقاط اللي وردت في ذيقة المنتدى كل النقاط المتعلقة بالحكامة والمتعلقة بإقامة النظام السياسي وتصحيح المؤسسات السياسية وتعزيز الديمقراطية وتوطيط المحدة الوطنية هذه خضايا ملحة عندنا ظاهرة منها أنها ما زالت تتعرض لمشاكل ولكن ديك المشاكل الحال يكون لها مفتع أفق وتوافق بين الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني أنهم يواجهوها بحلول حقيقية ونزيه وشفافة ما فيها المراوغات ولا فيها قلة أن رجاء يجعود وعد الحوار هو ما هو هامه والله هامه منه لازر الحوار منظومة مكتملة وحوار لا يحل المشكلة الموريتاني لا بداله يطرقلها كاملة طيب الآن ما الذي يعرق الحوار بالضبط؟ يعرق له طرفين النظام من جهة والمنتدى لأن المنتدى بيناه في الوثيقة من الشرط أنه ما هو له أن الأطراف الحوار ما هو لا يعود شامل ومشاركة فيه الناس كامل يكون إذا بقعهما باتفاق أول مع النظام يسمح موجب الأطراف خلال تدخل ظاهر أننا نحن نحن نحفظ على النقطة من جهة المنتدى لأنه ظاهر أن خطوات المسار الحوار معنية به الناس كاملة ظاهر أن السلطة أنها ذاك اللي قالت شفهيا وذاك اللي قالت في مراسلاتها رسالة الوزير الأول الماضية ذيك النقاط المحدة اللي يكتب ظاهر أنه كانت ندارة مجموعة من النقاط وقالت عنها مستعدة تناقشها الشيء توافقت مع الناس عليه لا يتعود مرزمين بتطبيقه والشيء ما توافقت عليه طبيعة الحوار ما يقدر حتى ترزمه يكون الشيء توافق عليه يقال النقاش مسألة ما مع معناها الموافقة عليها وإحنا في النهاية لأننا نحن ولا للسلطة ولا للمنتدى بتطبيق وتنفيذها لا يشترافق عليه يقير مرزمين بالناقش للقضايا كامل كل واحد من الله يطرح كل واحد من الله عند الحق يطرح عنه النقطة ولا عند الحق الطرف منه على هذه النقطة ما تناقش لأن لا كوين قالوا خطوط الحمر والشروط المسبقة وذي كله حقيقة هي أكبر دائق دواجه حوار حوار بعد جد إذن الدكتور عبد السلام الحرم رئيس حزب الصواب والقيادة بكتلة أحزاب المعاهدة شكرا جزيلا لك